بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي إزايكم يا شطار عاملين إيه؟ إحنا بدأنا مع بعض من الفيديو اللي فات معنا الوحدة التانية وحلينا كلمات الدرس الأول والتاني في الوحدة التانية لكن إحنا دلوقتي جايين مع بعض في او محددات الملكية أو إزاي أعبر عن الملكية ركز معي علشان النهاردة الحصة هتبقى طويلة شوية هنعمل فيها شوية شرح كده حلوين وممكن نكتفي بالشرح النهاردة وما نحلش حاجة ونبقى نجلكوا في الحل إن شاء الله الدرس مهم قوي شوية ممكن يكون طويل شوية فركز معي كده واخد نفس عميق وظبط نفسك وركز شوف يا بطل إحنا دلوقتي بنعبر عن الملكية إزاي أنا دلوقتي الأول كده هنبدأ نحلل الدرس بالراحة كده التعبير عن الملكية إزاي أعبر عن الملكية في الإنجليزي التعبير عن الملكية في الإنجليزي قبل ما أقول لك نعبر عنها إزاي لازم الأول أعرف كيف أسأل عن الملكية أي حاجة أسأل على ملكيتها صاحبها مين أسأل إزاي الطريقة بمنتهى البساطة أستخدم أداة الاستفهام هوز هوز حرف الدابل و سايلانت تبدأ من الإتش ويبقى اسمها هوز يعني ملك من أو بتاع مين وبعدين يا مستر أحط وراها اسم الشيء اللي بسأل على ملكيتو لو الشيء ده مفرد أستخدم إز ذيس وحط علامة الاستفهام بتاعتي لو الشيء ده جمع أقول آر ذيس وحط علامة الاستفهام بتاعتي يديني مثال معايا ألم مثلا لقيته ومش عارف الألم ده بتاع مين بقول هوز بين إز ذيس ألم مين ده طب لا ده أنا لقيت إلام مش مش ألم واحد لقيت كتب هقول هوز بوكس آر ذيس كتب مين دي أو الكتب دي ملك مين يبقى أنت كده بمنتهى البساطة أول خطوة تعرفها لي إن أنا أعرف أصلا يا مستر إزاي أسأل عن الملكي أحط هوز وراها اسم الحاجة وبعدين أشوف لو الحاجة دي مفرد أقول إز ديس ولو الحاجة دي جمع أقول آر ذيس جميل طب يا مستر خلاص أنا عرفت مثلا أنت سألتني دلوقتي سؤال قلت لي هوز بين إز ديس وأنا عايز أجاوب بقى حلوة أول عايز تجاوب عندك تلت طرق للإجابة على سؤال الملكية ثلاث طرق يا مستر مش طريقة واحدة لا تلاتة طريقة الأولى استخدام الصفات الملكية طريقة الثانية استخدام ضمائر الملكية طريقة الثالثة استخدام أباستروف الس الملكية وهقول لك على واحدة كمان بقى ربعة رياحك من الموضوع ده استخدام كلمة بيلونجتو يخص أو ينتمي إلى تعال بقى ما نشوف الطرق كلها واحد استخدام صفات الملكية ما هي صفات الملكية الأول هي عبارة عن كلمات أو ضمائر تعبر عن الملكية لازم ييجي بعدها اسم المملوك طب وضحهم لكده مستر اصانا نسيهم خد عندك أنا يعني إيه سنقولة أنا يعني آي عايز أقول ملكي أو بتاعي أستخدم ماي ماي دي لازم ييجي وراها اسم الحاجة اللي بملكها هو يعني هين عايز تقول ملكه أو بتاعه تقول هز وتجيب وراها اسم الحاجة اللي هو بيملكها هي يعني شي عايز تجيب اسم الحاجة اللي بتملكها تقول هير وتحط وراها اسم الحاجة اللي بتملكها طيب لغير العاقل ات تحط اتس من غير اباستروف اوعى تحط ابو صرف هنا لان لو حطيت ابو صرف تبقى ايه تقز بتاع هو او هي اللي غير العقل يكون وتجيب وراها اسم الحاجة اللي غير العقل ده بيملك نحن يعني وين الملكية منها اسمها اور وتجيب وراها اسم الحاجة اللي بيملك طيب انت او انتم يو ملكك او ملككم تبقى يور وتحط وراها اسم الحاجة اللي بيملكوه طيب هم يعني ايه هم يعني ذي وروح الملكية بتاعتها تبقى ذير وحط وراها اسم الحاجة اللي بيملكها طب اديني مثال اه من عناير اتنين انا يعني اي صح طب عايز اقول كتابي اقول ماي بوك اوعى تقول ماي وتسكت لازم تقول وراها لازم تقول وراها اسم الحاجة اللي بتملك طب كتابه تبقى هز بوك طب كتابها تبقى هير بوك طيب ذيلها او ذيله لغير العاقل طيب عايز اقول بيتنا اقول اوار هاوس لازم تجيب اسم المملوك طب عايز اقول منزلك انت او كتابك انت اقول يور هاوس اقول يور بوك كتابك طب عايز اقول منزلهم هما تبقى ذير هاوس المنزلهم المنزل بتاعهم طب دي اول طريقة طب اديني عليها كده مثال يا مستر كأنك بتحل محادسة كده عندي مثلا ايه بيكلم بيه بيقوله عربية مين دي فدي رد عليه قاله انها عربيتي هتبقى سيارتي يعني ايه سيارتي السيارة بتاعتي يبقى العربية دي ملكي طب انا عايز اقول لا ده انا عايز اقول عربيته او ماله يا عام اقول it's his car عربيته يلا يبقى على حسب بقى انت بتعبر عن الملكية اول طريقة للتعبير عن الملكية استخدام صفات الملكية ما هي صفات الملكية قدامك اهيه my his here it's our you're there وبيشترط ان لازم يجي وراهم كلهم الاسم من غير اسم ما ينفعش ادي اول طريقة طب الطريقة التانية يا مستر الطريقة التانية هي استخدام ضمائر الملكية مش صفات الملكية بقى استخدام ضمائر الملكية طب اديني تعرفها يا مستر بتقول ايه بقولك هي ضمائر تستخدم للتعبير عن الملكية ولكن بتشترط ولكن تشترط لا تضع اسم بعدها اوعد جيب لي وراها اسم بقى الله ايه يا مستر بانت لسه ايه الفوق اه انا كنت ايه الفوق مع صفات الملكية صفات الملكية لازم يجي بعد منها اسم دي بقى العكس بترفض يجي وراها اسم لانها مش صفات لانها ضمائر صفات الصفة او من خصائص الصفة ان الصفة لازم يجي وراها اسم موصف توصفه عشان كده سموا دول صفات الملكية انما اللي تحت طالما مش جاي وراها اسم عشان كده سموها ضمائر الملكية لان اصلا الضمير يحل محل اسم وبالتالي ايه اللي بيحصل ضمائر الملكية دي بتعبر عن الملكية ولكن لا يأتي بعدها اسم طب يلا بقى بالرحم الاول تاني كده يا مستر انا يعني ايه ايه الملكية بتاعتها ماي بيجي وراها اسم طب ضمين الملكية اللي ما بيجيش ورا اسم منها اسمه ايه اسمه ماين بدون اسم ماينفعش يجي وراها اسم خالص طب هو يعني ايه مستر هيه طب صفة الملكية بتاعته اللي بيجي وراها اسم هز وبيجي وراها اسم طب الملكية بتاعتها الضمين اللي من غير اسم هز برضو والله هي مسدر اه بدون اسم طيب هي هي يعني شي طب عايز الملكية بتاعتها تبقى هير ويجي ورها اسم طب اللي من غير اسم بقى اسمها هيرز بدون اسم طيب هو وهي اللي غير العاقل ات طيب الملكية بتاعتها اللي بيجي ورها اسم اتس وبيجي ورها منها اسم طيب الملكية بتاعتها الضمائر ليس لها ضمير ملكي ما بستخدم لهاش حاجة دي. ما فيش حاجة اسمها اتس اتس. غالب ما فيش اتس هنا. اس لا تستخدم في ضمائر الملكية. دي الحالة الوحيدة في الضمائر اللي شزة ما بتستخدمش في جميع الاحوال. اللي هي لما يجي عند ضمير الملكية لق ات ما لهاش ضمير ملكية. طب نحن و �هي. طب لما يجي وراها اسم لسه يلينها من شوية نوع. طب لما تيجي ضمير ملكية ما بيجيش وراها اسم اسمها اوارز. بدون اسم وراها اوعى تجيب وراها اسم طيب انت يعني يا مستر يو طب والملكية بتاعتها من الصفات يور وبيجي وراها اسم طب ضمائر الملكية اسمها يورز بدون اسم وراها طيب فاضل ايه فاضل ذي ذي دي تقولنا الملكية بتاعتها ذير وبيجي وراها اسم طب عايزة ضمير الملكية مستر اسمه ذيرز وما بيجيش وراء اسم الله طب تكيدك انها سهلة يا مستر my بقت mine او برافو عليك وهز فيها اس زي ما هي ما تغيرتش برافو عليك والباقي حطت له اس اصلا here بقت hers our بقت ours your بقت yours there بقت theirs وما بيجيش وراء دول اسم يبقى الشلة دي صفات ملكية لابد يأتي بعدهم اسم الشيء المملوك ودول ضمائر ملكية يأتوا بدون اسم الشيء المملوك وراءهم طب يلا نعمل بروفا كمان يا مستر قولي المحادسة بتقول ايه بقولك ايه بيكلم بيه بيقوله whose car is it او is this عربية من دي رد عليه بي قاله it's my car انها سيارتي هنا my يجورها اسم الشيء المملوك او ممكن يرد عليه رد اخر بدل ما يقوله it's my car ويقعد يمط ويطول في الكلام ممكن يقوله it's mine وينكتم بعده ما يزويتش it's mine وخلاص يعني ما قولك الم مين ده فانت بدل ما تقول المي بتقول بتاعي بس وبتسكت ما بتجيبش سيرة الالم يبقى كده عندك كم طريقة يا وحش عندي طريقتين لغاية دلوقتي يا مستر بس خلي بالك يا مستر انت كنت ايه لانه هم اربعة الطريقة الاولانية انه اقولت صفات الملكية لسه شرحانها وضمائر الملكية زي صفات الملكية بس بدون اسم وراها ولازم تحفظ دي وتحفظ دي طب الطريقة التالتة يا مستر الطريقة التالتة انه لما حب استخدم اس اسم يا سنة اولى لما حب استخدم يعني مش هقعد كل شوية اقول عربيتي عربيته عربيتها عربيتنا افرض يا عم انا عايز اقول بقى الطريقة التالتة استخدام ابوستروف اس الملكية بصيسيف اس مالها دي قالك ان انت ساعات ممكن تقول اسم البني ادم يعني عايز اقول عربيت احمد اعمل فيها ايه عربية احمد عناية الاثنين هتروح جايب اسم المالك اسم المالك تحطه للاول وبعد اسم المالك تحط ابوستروف اس وبعدين اسم المملوك الله تصدق دي سهلة يا مستر يعني عايز اقول عربية احمد اقول كارز احمد لا غلط اهي كارز احمد غلط 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 ماليه لا قدم المالك صاحب الحاجة الاول اقول احمد وحط له ابوستروف اس وبعدين الكار بقت احمد سكار طب عايز اقول فستان ليلة اقول ليلة ز درس طب عايز اقول منزل ثاني ساميز هاوس طب اديني مثال زي يا مستر زي ما قاعه ايه بيكلم بي بيقول له هوز فن از ذيس المين دوت قال له اتس احمد فن الم احمد الله طب بس في ملحوظة على جنب كده رفياها لشان انت صديقي ملحوظة لو الاسم جمع اخره اس نحط له ابوستروف بس يعني ما تحطش ابوستروف اس لما تحطش شوف كده انها مدرسة الولاد الولاد دول جمع فحط بيز اس الجمع لما تيجي تحط لها ابوستروف اس لأ حط لها ابوستروف بس ما تكررش اس الجمع طب يا مستر لو الاسم جمع شاز مش باس جمع شاز مش باس نضع ابوستروف اس الملكية عادي ازاي يعني مثلا عندك تشايلد طفل جمعها تشيلدرن اطفال يا سنقولة شايلد طفل جمعها تشيلدرن اطفال تشيلدرن ده جمع شاز مش اخر اس فانا ممكن اقول تشيلدرن ده جمع شاز مفيش في اخر اس وحط له ابوستروف اس عادي انها غرفة الاطفال ده تشيلدرن يبقى تخلي بالك ان انا عندي اه ابوستروف اس الملكية وسهلة وبحطها بعد اسم المالك ووراها اسم المبلوك بس خلي بالك من الملحوظتين دول لو الاسم جمع اخر اس نحط له ابوستروف بس انما لو الاسم جمع جمع شاز مفيش في اخر اس حط له ابوستروف اس عادي خلص كأنه مفرد ولا يهمك اي حاجة قلنا كم طريقة كده لغاية دلوقتي يا وحش تعال بس ان مجمع لك التلات طرق دول كلهم في مثال دلوقتي يعني لما قل دلوقتي مثلا اقلام من ديات فانت حترد علي تقول لي انها اقلامهم فيا كده صفة ملكية جاي وراها اسم او ممكن بدلا ما تقول تقول ملكهم وتسكت ما تكملش لان ده ضمير ملكية او ممكن تقول دي اقلام الولاد طب انت قلت اقلام الولاد لي لان الولاد هنا جمع حطيت الاس بتاعت الجمع والابوستروف بس طب الطريقة الرابعة الطريقة الرابعة انك لا تستخدم صفة ملكية ولا تستخدم ضمير ملكية ولا تستخدم ابوستروف اس ملكية ولكن تستخدم هذا التعبير اللي احنا خدنا في الكلمات وحفظناه كلمة بيلونجتو يعني يخص او ينتمي الى يبقى الطريقة الرابعة يا مستر الطريقة الرابعة استخدام كلمة بيلونجتو يعني ينتمي الى او يخص بمعنى يخص او ينتمي الى ازاي طريقتها اهي معلد هتقول دلوقتي اسم الحاجة بتاعتك وتستخدم كلمة بيلونجتو بيلونجتو ده مضارع بسيط محطوط له اس لو الحاجة مفرد زائد بيلونجتو بتحط للفعل اس وتجيب بعد بيلونجتو ديت يا اما اسم صاحب الحاجة يا اما ضمير مفعول لا طب يا مستر لو الحاجة دي تجمع هتقول الجمع بس بدل بيلونجتو تشيل منها الاس وتبقى بيلونجتو وبعدين وراها اسم الحاجة او ضمير مفعول طب انا مش فهم حاجة يا مستر من عناية الاتنين حاجة او بخد المثال اهو بقولك دلوقتي عربية مين ديك فانت ترد علي تقولي ات بيلونجتو احمد ات دي مفرد عربية غير عاقل حطت للفعل اس ات بيلونجتو والمفعول بتاعي هنا اسمي بني ادم يبقى احمد ات بيلونجتو احمد يعني انها تخص احمد طب انا عايزة اقول تخصه هو هقول ات بيلونجتو هم ايه هم دي يا مستر جديدة لا مش جديدة انت اوخدها في الابتدائي ات بيلونجتو هم يعني تخصه هم ده ضمير مفعول من هي تخصه ات بيلونجتو هم طب كمان مثال على واحدة جمعي يا مستر حاضر لما اقول لك who's bags are these شونط مين ديت فهنا هقول ذي طبعا الشونط هنا جمع وجايب ذي يبقى بدل بيلونجتو هقول بيلونج بشيل الاس من الفعل تو مريم انها تخص مريم او ممكن بدل ما احط اسم اعوض عنه بضمير مفعول واقول ذي بيلونج تو هير تخصها هير دي ضمير مفعول من شي ضمير مفعول من شي طب يا مستر معلش انا ضمائر المفعول دي ناسيها ممكن تكتبها لي او والله العظيم لا كتب لك الضمائر كلها دلوقتي بس بعد ململك الليلة يبقى انا دلوقتي خدت ايه يا مستر خدت السؤال عن الملكية ولا اربع طرق بالاجابة عليه يبقى هلخصتني الدرس بسرعة هك السؤال عن الملكية بستخدم فيه هوز واجيب وراء اسم الحاجة سوى كانت مفرد او جمع وقول وراها ازس او ارديس حاجة مين ديت طب الطريقة في الاجابة قلت لك اربع طرق للاجابة يا اما تستخدم لي صفات ملكية اللي بيجي وراها اسم يا اما تستخدم لي ضمائر ملكية اللي بتيجي بدون اسم يا اما تستخدم لي ابوستروف اس الملكية يا اما تستخدم لي حاجة ربعة اسمها بيلونج تو او بيلونج ستو طيب اديني مثال اخير كده للميل الليل لا حاضر المثال اهو whose room is this قوضة مين ديت والله هقولك it's my room دي قطي او ممكن بدل ما اقولك it's my room اقولك it's mine بتاعتي او ممكن اقولك it's عليز روم دي قوضة علي ممكن اقولك بدل ده وده وده اقولك it belongs to me تخصني حلو كده ايه تخصني belong to me me ده والضمير مفعول من i ضمير مفعول من i طب يا مستر لخصت الضمائر بقى وصفات الملكية كده من عناية الاثنين جدول زي الفل قدام حضرتك هو اخر والناسة قدامك زي العسل والدنيا زي الفل قد عندك ضمائر الفاعل صفات الملكية ضمائر الملكية ضمائر المفعول عشان ابقى لمتلك حتى ضمائر المفعول اللي احنا استخدمناها في الحلقة بقى خلصتها لك وفي هنا كمان ضمائر منعكسة عشان ابقى لمتلك ضمائر الانجليزي كلها ما عندكش منها تاني انا يعني i ملكية تبقى my طب ضمائر ملكية تبقى mine طب ضمائر المفعول منها me المنعكس myself يعني نفسي هو يعني he صفات ملكية his طب ضمائر ملكية برضو his طب ضمائر المفعول him طب المنعكس himself himself هي يعني she صفات ملكية he ضمائر ملكية برضو he بس احط لس تبقى he طب الملكية منها برضو المفعول منها برضو he طب عايز بقى المنعكس اسمه he نفسها غير العاقل يبقى it غير العاقل it طب ما احنا عارفينه صفة الملكية it طب ضمائر ملكية مفيش منها ملهاش طيب ضمائر المفعول من it it كما هي طيب عايز المنعكس itself نفسه او نفسها لغير العاقل طب نحن يعني we طب صفات ملكية our طب ضمائر ملكية ours طيب المفعول منها us طيب عايز المنعكس اسمه ourselves انفسها نالة انها جمع طيب انت يعني you طب الملكية you طب ضمائر الملكية yours طيب ضمائر مفعول من you هو you زي ما هو طب منعكس لو you مفرد معناها انت تبقى yourself نفسك طب لو you جمع بمعنى انتم تبقى yourselves أنفسكم آخر حاجة هم يعني they والصفة الملكية منها they're وضمير الملكية theirs والمفعول بتاع they them والمنعكس منها اسمها them سيلدس انفسهم يا سلام يا سلام والله يا مستر كلام زي الفلد ده انت جبت لنا الموضوع من اوله الاخره بسلطته ببابا غنوجه بالدنيا بتاعته يعني احنا كده خلصنا شغل شرح صفات الملكية وضمائر الملكية والسؤال عن الملكية وبيلونجيتوه وكمان لمنا معنا الضمائر كلها بالمرة فاعل ومفعول وصفات ملكية وضمائر ملكية حتى الضمائر المنعكسة انت مسبتهاش خالص ياريتك بقى نفسي تمسك ورقتك وقلمك كده ورايا وتكتب اللي احنا قلناه دوت هتكسب سواب في نفسك والدنيا هتبقى زي الفل ان شاء الله ادي عندك اهو في كتاب المعاصر الرجل شارح الديترماينرز كلها ومزبط الدنيا حتى ابوستروف اس الملكية ايلها والدنيا زي الفل تعالى على السريع بس احل معك كده خمس جمل خمس جمل اسبت بهم المعلومة وحسيبك وامشي وابقى ارجع لك الحصة الجاية اكمل معك بازن الله تعالى جملة رقم واحد عندك في صفحة 74 بيقولك هل هذه صورة لزفافك يا سمير الزفاف ده بتاع مين بتاع سمير وسمير هنا مخاطب يعني سمير كده تقديره بالظبط انت حلوة اوي زفافي انا انا هسأله على صورة زفافي دمير فاعل هم وهي هو تبقى الاجابة سمير هل هذه صورة لزفافك يا سمير هذا اخي يحيا هذا اخي يحيا ماله هير اس شورت انت كيرلي شعره قصير ومجعد شعره اكرت وقصير الشعر ده بتاع مين بتاع يحيا الشعر بتاعه ملكه عيد على يحيا يبقى شعرك انت يور غلط يبقى هير شعرها هي غلط ذير شعرهم غلط يبقى هير شعره رقم ثلاثة بإمكاني ان اطلب من ابوي فلوس للسينما الابوين دل بتاع مين بتاعي انا ويعني نحن هم يعني هو مفعول يو يعني انت هتبقى ماي ابوي والدي ملكي this is our cat هذه قطتنا name is fluffy اسمها fluffy اسم مين اسم القطة اسم القطة طب القطة دي عاقل ولا غير عاقل لا القطة غير عاقل يا مستر طب الملكية بتاعه غير العاقل it لا it دي فعله مفعول طب it is يا مستر it كده بالابوستروف لا بالابوستروف دي اختصار it is هو يكون لغير العاقل زي دي بالزبط بس دي من غير ابوستروف ودي بالابوستروف يبقى دي غلط ودي غلط طب مالي الاجابة هنا يا مستر الملكية it's شعروها او اسموها او ذيلوها لغير العاقل يبقى it's name is fluffy number five my aunt salwa عمتي salwa خير and not kids واطفالها ويرهابي كان سعداء عمتي salwa وعيالها عيال مين عيال عمتي salwa طب ما عمتي salwa دي مؤنف وعايز اقول عيالها ملكية شي دي فاعل ومفعول غلط ودي معناها هم وقص معناها نحن مفعول here kids اطفالها number six the party was at no at grand maus house الحفلة كانت في منزل جدتي منزل جدت مين والله ممكن تبقى جدتي جدت وجدتها دور على ملكية هنا شي دي ضمير مفعول ضمير فاعل مش ملكية here's here's دي ضمير ملكية ما ينفعش ييجي وراها الاسم احنا متفقين ان الملكية عشان تبقى صفة ملكية لازم ييجي وراها الاسم وهنا الاسم ييجى فما تنفعش ضمار ملكية هي دا ضمير فاعل الحفلة كانت في منزل جدتها city is very busy there is too much traffic مدينة مزدحمة فيها مرور كتير طب المدينة دي بقى بتاعت مين يا ترى i دا فاعل me دا مفعول we فاعل نحن وانا عايز ملكية تبقى صفة ملكية our city مدينتنا number eight he put new chairs هو اشترى كراسي جديدة color is black استنى 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 chairs كراسي غير عاقل تبقى اتس يا ماستر لا استناني والله لك اتبها لك عشان انت حبيبي والله ما حسيبك الا لما تفهمها ان شاء الله بص يا باشا احنا هنقسم السبع ضمائر بتاعنا الى نوعين النوع الاول مفرد والنوع الثاني الجمع بتاعه خد الجدول انا يعني اي جمعها وي نحن يبقى انا جمعها نحن صحي كويس يو انت جمعها هي هي لاني نفسها معناها انت وانتم طب والباقي يا مستر هي وشي وات سوى كان عاقل او غير عاقل التلاتة جمعهم ذي فانا عارف هنا ان الكراسي يا سنى اولى غير عاقل بس للأسف الكراسي جمع وجمع ات تبقى ذي هي بوت نيوت شيرز هو اشترى كراسي جديدة لون هم اسود مش عارف ايه الكراسي اللونها اسود دي ممكن تبقى جلد طيب يبقى اتس هنا غلط لان الكراسي جمع اما جمع ات تبقى ذي طب الملكية من ذي ايه لان الالوان دي بتاعت الكراسي تبقى ذير هي الاجابة نمبر ناين بيقولك دي للقطة بتاعتك اسود طب ما هنا القطة كات فجاي بالاسم فلازم احط له ابو صرف اس الملكية وبعدين بيتكلم عنbird واحدة قطتك ودل واحد للقطة يبقى اس معنى كده ان انا لازم اتكلم عن قطة مفرد اخد كاتس الجمع اللي بالابو صرف وراها غلط وكاتس الجمع دي غلط وكات من غير ابو صرف اس الملكية غلط تبقى هنا ابو صرف اس الملكية مع كات بقت كات نمبر تن وحاتبقى دي اخر واحدة في فيديو النهاردة وارجع اكمل معاك ان شاء الله حل من الحصة الجاية المدام مونة مالها المدام مونة تبقى ام سارة ام سارة يعني ام بتاعت سارة يبقى سارة دي المالك والام هي المملوك وحط لسارة ابوستروف اس الملكية تبقى سارز ماذر اوعى تقول ماذر سارة ولا ماذر سارة غالط فين سارة ماذر انهين فيهم اولا ماذر سارة دي غالط كده وماذر سارة غالط فاضلي الاتنين دول ايه ولا سي هي سارة دي جمع ولا مفرد لأ سارة مفرد يا مستر يبقى اكتب سارة لوحدها وحط لها ابوستروف اس الملكية تبقى سارة نمرتسي وتبقى هي دي الاجابة وزبطت لك الدنيا وشرحت لك انقل وكتب وذاكر وحل الكم جملة دول معايا وبعدين شوف الباقي كده واجب حله مع نفسك لغاية لما جي لك الحصة اللي جاية زبط ادائك علشان نكمل حل مع بعض وما تنساش لايك وشيروا وسبسكرايب ودعوا وحلهم من قلبك رجال طيب اشوفكم على خير قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته